اشتركوا في القناة في تاريخ كرة القدم المغربية والافريقية والعربية ببلوغهم نصف النهائي كاس العالم قطر 2022 هذا الحدث التاريخي الذي عشه المغرب أمسا ثلاثاء شد إليه انتباه العالم بأسره بل وأضحى مادة دسمة لكبريات الفضائيات الدولية والصحف الرائدة على مستوى العالم التي عبرت عن انبهارها الكبير بمستوى التنظيم الذي طبع ملحمة تكريم أبطال مونديال القطر 2022 وفي سياق متصل نجح المغرب مالكا وشعبا في تمرير رسائل قوية إلى العالم بأسرها رسائل تختزل في عمقها حجم تلحم الكبير بين العرش والشعب وهو ما يفسر كل النجاحات والانتصارات التي حققتها بلادنا في مستويات مختلفة وأصعد عديدة اختيار مصار موكب الأسود لم يكن أبدا اعتباطيا حيث تم التركيز على أماكن وشوارع ومآثر لها دلالات خاصة في تاريخ المغرب بهدف إبراز مدى التناغم الحاصل بينما هو أصيل ومعاصر وفق تنظيم محكم لم تسجل خلاله أي هفوات أو انفلاتات أو أي شيء من هذا القبيل وهذا ليس غريب على السلطات المغربية بمختلف أسلاكها وأجهزتها من أمن وطني ودرك ملكية وقوات مساعدة ووقاية مدنية هذا وفي دث سياق نشرت مجموعة من الصفحات الجزائرية صور وفيديوهات للحظة الاستقبال الذي خصصه المغاربة للمنتخب الوطني المغربية ومن خلال تصفحنا للتعليقات اعترف الكثير من الجزائريين في تعليقاته بجمالية الشوارع المغربية وقال أحد المعلقين الجزائريين يحمل اسم الصادق مشوشة شوف بلادهم شحل راهي شابة وأضاف آخر بلادهم شابة على بلادنا كما زاد معلق آخر بالقولة المهم راهم تقدمين خير مننا بصحتهم أنتم غير عس فيهم بركة فيما كتب معلق جزائرية آخر شعب منظم كان عندنا حنا كونرهم غلق طريق على الكار ما تمشي شاء نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء